هل يُعقل يا حبيبي أن يكون فضلي عميم وأدعك في منتصف الطريق هل يُعقل من خلق الضحى والليل إذا سجى وما فيه من رقة وما فيه من جمال وما فيه من فضل وما فيه من نعمة هل يُعقل لهذا الخالق العظيم أن يدعك وشأنك وأنت المحب وأنت الوفي والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى معنى ما ودعك وفي قراءة وما ودعك بمعنى ما تركك ما ودعك ربك وما قلى معنى قلى يعني ما أضغضك الله عز وجل ماذا فعلت كلك إحسان للمخلوقات كلك حرص على طاعة الله كلك شوق إلى صلة الله عز وجل ما ودعك ربك وما قلى يعني من ذاق عرف من كانت له عند الله مكانة من كان له مع الله صلة من كان له مع الله إقبال هذا هو أثمن ما في الوجود هذا هو أثمن ما في الحياة وما سوى ذلك سراب بسراب فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب إذا صح منك الوصل فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب النبي عليه الصلاة والسلام حينما أنزلت هذه السورة قال الله أكبر لذلك بعض قراء القرآن الكريم يقولون حينما يقرأون هذه السورة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى أولد النبي عليه الصلاة والسلام بمكة المكرمة فرأى مجتمعا فاسدا وثنيا يأكل القوي منه الضعيف يأتي الفواحش يقطع الرحم يسيء الجوار يعبد الناس بعضهم بعضا يعبدون آلهة ما أنزل الله بها من سلطان فكر في هذا المجتمع الفاسد فكر في هذه الأوسان وفي تلك الأصنام فرأى أنها باطل في باطل ففكر في خلق السماوات والأرض ونظر في ملكوت الله فعرف ربه عبد الله عز وجل السنوات الطويلة وكان في غار حراء يخلو الليالي الطويلة ومن منا يستطيع أن يذهب إلى رأس جبل فيقبع في مغارة أياما بلياليها كم أنسه بالله شديد وما زال يعبد الله عز وجل ويفكر في ملكوت السماوات والأرض ويتقرب إليه بالعمل الصالح ولا يعرف من هو ولا ما سيكون ولا من سيكون ولا أنه سيكون نبيا ولا رسولا ولا أنه سيد خلق الله كل هذا لا يعرفه ولما بلغ الأربعين وقد عرف الناس صدقه وأمانته وعفافه عرف الناس صدقه وأمانته وعفافه وطهارته ونسبه جاءه الوحي فقال اقرأ قال لست بقارئ قال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم جاءه الوحي فكان هذا الوحي غذاء لروحه عرف أنه مشمول بالعناية الإلهية عرف أنه مقصود بالرعاية الربانية عرف أنه مصطفى عرف أنه مقرب إلى الله عز وجل عرف طريقه لهداية الناس بعثه الله نبيا ورسولا بدأ يدعو قومه وبدأ الوحي ينزل عليه وفجأة انقطع الوحي وبانقطاع الوحي أصابه غم شديد وحزن مديد وشعر أن الله كأنه تركه وكأنه قلاه وكأنه تخلى عنه فجاءت هذه السورة مبدوئة بقوله تعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى لا يعرف الشوق إلا من يكابده ولا الصبابة إلا من يعانيها هذه السورة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكل مؤمن له مع الله تجربة يعبده ويطيعه ويحبه ويتفانى في خدمة خلقه ويصلي له ويتهجد له فإذا أصابته جفوة وأنكر قلبه وشعر أن صلاته شكلية وأن إقباله على الله أصبح صوريا يضيق بالدنيا وتضيق به الدنيا فأحبابنا اختاروا المحبة مذهبا وما خالفوا عن مذهب الحب شرعنا فما حبنا سهل وكل من ادعى سهولته قلنا له قد جهلتنا فأيسر ما في الحب للصب قتله وأصعب من قتل الفتى يوم هجرنا إذا كان المؤمن قد عوده ربه على الصلة به والتجلي على قلبه والسعادة بقربه ثم انقطعت عنه هذه الأحوال وأنكر قلبه ثم عادت له تلك الصلات وتلك الأحوال وتلك القربات يكاد قلبه يطير فرحا هذا الذي يحصل لبعض المؤمنين بشكل يعني صغير جدا إذا ما قيس بما صار لرسول الله صلى الله عليه وسلم من قرب شديد إثر نزول الوحي من جديد فربنا سبحانه وتعالى يقول والضحى يقسم بالضحى أي يقسم بالنهار وإن أجمل ما في النهار وقت الضحى لا تنظر إلى الضحى في المدينة فالمدينة شوهت الضحى وشوهت الليل ولكنك إذا خرجت إلى أماكن بعيدة عن المدينة حيث الطبيعة الجميلة وحيث الجبال الخضراء وحيث الأشجار وحيث العصافير إذا ذهرت إلى هناك ووقفت في وقت الضحى تتزوق معنى قول الله عز وجل والضحى يعني أجمل وقت في النهار لا هو شديد الحر يجمع بين برد الليل وضياء النهار والضحى أقسم الله سبحانه وتعالى بالضحى والليل إذا سجى والليل إذا سكن وأجمل ما في الليل سكونه وأجمل ما في النهار ضحاه فكأن الله سبحانه وتعالى يقول يا محمد والضحى الذي يمثل فضله يمثل عطائه يمثل جماله يمثل لطفه والليل وما فيه من سكون وما فيه من هدوء وما فيه من راحة وما فيه من سكينة والضحى والليل وكيف أن الضحى لا تعرف قيمته إلا بالليل وكيف أن الليل لا يعرف سكونه إلا بالنهار وكأن الله سبحانه وتعالى خلق من كل شيء زوجين اثنين فهناك الليل والنهار وهناك الحر والقر لو لا البرد ما عرفنا قيمة الحر ولولا الحر ما عرفنا قيمة البرد وهناك الحلو والمر وهناك الخير والشر وهناك الحق والباطل وهناك الأمانة والخيانة وهناك الشجاعة والجبن ومن كل شيء خلقنا زوجين كأن في الكون اثنينية والله هو الواحد والضحى والليل الله سبحانه وتعالى أقسم بهم لنبيه المصطفى مؤكدا له أن صاحب هذا الفضل العميم وصاحب هذا الجمال الأخاذ وصاحب هذا اللطف المستدين لا يمكن أن يتركك لا يمكن أن يتخلى عنك لا يمكن أن يدعك بلا وحي لا يمكن أن يأخذ بيدك في أول الطريق ثم يتركك والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى اطمئن يا محمد اطمئن إلى مكانتك عندي اطمئن إلى أن هذا الوحي لن ينقطع اطمئن إلى أنك معني بلطفنا والضحى والليل إذا سجى كذلك المؤمن بعضهم يعني وقع من غير قصد في مخالفة فأنكر قلبه وانقطعت صلته وتوجس خيفة وخاف أن يعاقبه الله عز وجل وانتظر العقاب فلم يحدث له شيء وقف يصلي وناجى ربه في صلاته وقال يا رب لقد عصيتك فلم تعاقبني فوقع في قلبه أن يا عبدي قد عاقبتك ولم تدري ألم أحرمك لذة مناجاتي أحيانا تنقطع الأحوال وتنقطع الصلة وينكر المرء قلبه لا لذنب اقترفه ولكن لحكمة إلهية من هذه الحكمة أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يعرفه بتلك النعمة العظمى نعمة القرب لا تعرف هذه النعمة إلا بزوالها ولو موقتا من ذلك أن الله سبحانه وتعالى إذا قطع تجلياته على عبده المؤمن فأنكر قلبه وضاقت عليه الأرض بما رحبت من حكمة الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يعرف عبده بأن نعمة القرب عظيمة عنده عند العبد فلذلك حينما انقطعت صلته بالله عز وجل لم يحل له شيء ولم يطمئن إلى شيء ولم يرق له شيء لأنه فقد حبيبه الطفل الصغير إذا ضيع أمه في الطريق لا يصرفه عن هدفه الألعاب التي نثرت في الواجهات ولا الأطفال الذين حوله إنه فقد أمه إنه يبكي لا يريد إلا أمه يعني هذه السورة كما قلت قبل قليل خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنها بالتبعية كل مؤمن له مع الله أحوال وله صلته بالله وله من الله تجليات على قلبه وله من الله سعادة إذا غابت عنه وانقطعت فأنكر قلبه يتفاعل مع هذه السورة وكأنه معني بها والضحى والليل إذا سجى يعني كأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يجمع بين تلك الآيات الدالة على عظمته وبين المشاعر التي تنتاب المؤمن هل يعقل يا حبيبي أن يكون فضلي عميم وأدعك في منتصف الطريق هل يعقل من خلق الضحى والليل إذا سجى وما فيه من رقة وما فيه من جمال وما فيه من فضل وما فيه من نعمة هل يعقل لهذا الخالق العظيم أن يدعك وشأنك وأنت المحب وأنت الوفي والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى معنى ما ودعك وفي قراءة وما ودعك بمعنى ما تركك ما ودعك ربك وما قلى معنى قلى يعني ما أضغضك الله عز وجل ماذا فعلت كلك إحسان للمخلوقات كلك حرص على طاعة الله كلك شوق إلى صلة الله عز وجل ما ودعك ربك وما قلى يعني من ذاق عرف من كانت له عند الله مكانة من كان له مع الله صلة من كان له مع الله إقبال هذا هو أثمن ما في الوجود هذا هو أثمن ما في الحياة وما سوى ذلك سراب بسراب فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب إذا صح منك الوصل فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب هذه أحوال المؤمن لابد للمؤمن من صلة بالله عز وجل لابد للمؤمن من ساعة يرقى فيها إلى الله عز وجل لابد للمؤمن من ساعة يناجي فيها ربه يمرغ وجهه في عتبة الله عز وجل لابد للمؤمن من أن يكون متذللا لله عز وجل لا يعرف الشوق إلا من يكابده ولا الصبابة إلا من يعانيها فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلا بحبنا ولو نسمت من قربنا لك نسمة لمت غريبا واشتياقا لقربنا ولو لاح من أنوارنا لك لائح تركت جميع الكائنات لأجلنا فما حبنا سهل وكل من ادعى سهولته قلنا له قد جهلتنا أطع أمرنا نرفع لأجلك حجبنا فإنا منحنا بالرضى من أحبنا ولذ بحمانا واحتمي بجنابنا لنحميك مما فيه أشرار خلقنا يعني التدين من دون هذه الأحوال جسد بلا روح معرفة أحكام الدين من دون إقبال على الله عز وجل جسد بلا روح حينما فهم الدين عبادات فقط وأعمال تؤدى فقط من دون محبة لله ورسوله من دون إقبال على الله من دون التفات إليه من دون اتصال به من دون هذه التجليات التي تغمر قلب المؤمن فيذوب لها من دون هذا كله الدين جسد بلا روح ألا لا إيمان لمن لا محبة له ألا لا إيمان لمن لا محبة له ألا لا إيمان لمن لا محبة له والضحى والليل إذا سجى يعني من الآيتين التي أقسم الله بهما ومن جواب القسم يتضح أن عظمة الخلق تدل على عظمة الخالق عظمة الخلق تدل على عظمة الخالق وأن كمال الخلق يدل على كمال التصرف عظمة الكون تدل على كمال الله عز وجل فالإنسان ليطمئن إلى الله عز وجل الله سبحانه وتعالى لن يتر المؤمنين أعمالهم لن يضيعهم والعاقبة للمؤمنين والعاقبة للمتقين وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسوله إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن ينصركم الله فلا غالب لكم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود يحبهم ويحبونه ليطمئن المؤمن المستقيم وذو العمل الطيب إلى مكانته عند الله عز وجل ليطمئن إلى أن الله سبحانه وتعالى لن يصيبه إلا ما كتب له من الخير قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ليطمئن إلى قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة ليطمئن إلى وعد الله عز وجل ومن أصدق من الله حديثة ومن أوفى بعهده من الله ليطمئن إلى قوله تعالى ورحمة ربك خير مما يجمعون ليطمئن إلى قوله تعالى فلئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون ليطمئن إلى أن الله سبحانه وتعالى هو كل شيء فمن عرفه فقد عرف كل شيء ومن لم يعرفه فقد ضل عنه كل شيء والله سبحانه وتعالى أحب إلينا من كل شيء ابن آدم اطلبني تجدني فإذا وجدتني وجدت كل شيء ليطمئن إلى أن الله سبحانه وتعالى إذا كنت له كما يريد كان لك كما تريد والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ما ودعك أي ما تركك في نصف الطريق ما دام قد أخذ بيدك إلى أول الطريق فلا بد من أن تكون في نهاية الطريق ما ودعك ربك وما قلى ولا الآخرة خير لك من الأولى هذه الكلمات واضحة ولكن مع هذه الكلمات إيحاءات فهل أيها الأخ الكريم شعرت بهذه الإيحاءات الله سبحانه وتعالى في عليائه رافع السماوات بغير عمد من بيده ملكوت السماوات والأرض يقول لك يا عبدي ولا الآخرة خير لك من الأولى تعلق بالآخرة اعمل للآخرة فهي خير لك من الأولى قل متاع الدنيا قليل يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل قل متاع الدنيا قليل والآخرة لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون ولا الآخرة خير لك من الأولى فلينظر ناظر بعقله أن الله أكرم محمدا أم أهانه حين زوى عنه الدنيا فإن قال أهانه فقد كذب وإن قال أكرمه فلقد أهان غيره حيث أعطاه الدنيا إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب وإن الله ليحمي صفيه من الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه من الطعام وإن الله ليحمي عبده المؤمن من الدنيا كما يحمي الراعي الشفيق غنمه من مراتع الهلكة فهل أنت يا أخي الكريم مشدق قول الله عز وجل ولا الآخرة خير لك من الأولى هل ترضى أن تكون الدنيا لهم والآخرة لنا أما يرضى أحدنا أن تكون له الآخرة ولو كان في الدنيا معذبا لأن الدنيا زائلة أما يرضى أحدنا أن تكون له جنة عرضها السماوات والأرض وكان دخله في الدنيا محدودا وكانت وظيفته متواضعة وكان قد حرم من الدنيا شيئا لا بد من حكمة بالغة وراء ذلك وللآخرة خير لك من الأولى هل أنتم مصدقون ذلك ولسوف يعطيك ربك فترضى كما قلت قبل قليل الآيات للنبي عليه الصلاة والسلام ولكل مؤمن بالتبعية ولسوف يعطيك ربك فترضى أعددت بعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فلو تعلم نفس ما أخفي لها من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون ربنا سبحانه وتعالى ألا نصدقه ولسوف يعطيك ربك فترضى متى نعرف ذلك إذا لاحت لنا الآخرة ولاح للمؤمن مقامه فيها وظهر للمؤمن أعماله الطيبة معروضة عليه عندئذ يذوب خجلا لما أعد الله له من نعيم مقيم إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون إن للمتقين مفازة حدائق وأعناب وكواعب أتراب آيات كثيرة فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام القالية إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار يستغفرون وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم ويصفهم الله عز وجل وينقلب إلى أهله مسرورا يوم القيامة هذا العطاء الكبير وهذه الجنة التي عرضها السماوات والأرض وهذه الجنة التي لا تزول ولا تحول إلى أبد الآبدين وهذا الذي أعده الله لعباده أيستغنى عنه أيزهد به أيوضع وراء ظهر الإنسان أيلتفث إلى الدنيا وحدها أينافس على جمع الدرهم والدينار وفي الموت لا يأخذ معه شيئا يوم لا ينفع ماله ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى هذا الذي يدرس ويدرس ويسهر ويسهر بعد التخرج وبعد التفوق وبعد أن يحتل مركزا مرموقا وتأتيه الأموال من كل طريق يرضى هذا مثل من أمثلة الدنيا وكذلك المؤمن يغض بصره ويحفظ فرجه ويترفع عن كل معصية ويطيع الله في كل شاردة وواردة ولا تأخذه في الله لومة لائم يسهر الليل ويستيقظ على صلاة الفجر يساعد الضعيف ويطعم الجائع ويجلس على ركبتيه الساعات الطوال ليتعرف إلى الله عز وجل وإذا دعي إلى عمل صالح لباه وإذا دعي إلى عمل طيب وافاه هذا المؤمن لا يعرف قيمة عمله إلا حينما تلوح له الجنة فيقول لم أرى شرا قط في حياتي ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان مع أصحابه ووزع بعض الغنائم على المؤلفة قلوبهم وجد عليه بعض الأنصار وعلى رأسهم سيدنا سعد بن عبادة فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا رسول الله إن قومي وجدوا عليك في أنفسهم فقال يا سعد أين أنت من قومك قال ما أنا إلا من قومي قال جمع لي قومك فجمعهم له فوقف النبي عليه الصلاة والسلام فيهم قطيبا وقال يا معشر الأنصار مقالة بلغتني عنكم وجدة وجدتموها علي في أنفسكم من أجل لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ويقفكم إلى إسلامكم يا معشر الأنصار أما إنكم لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم به أتيتنا مكذبا فصدقناك وطريدا فآويناك يا معشر الأنصار ألم تكونوا ظلالا فاهداكم الله بي وأعداءا فألف بين قلوبكم أوجدتم علي في أنفسكم من أجل لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا يذكره بالماضي قال بعضهم كن عن همومك معرضة وكل الأمور إلى القضى وابشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى فلرب أمر مشخط لك في عواقبه رضى ولربما ضاق المضيق ولربما اتسع الفضى الله يفعل ما يشاء فلا تكن معترضة الله عودك الجميل فقس على ما قد مضى هذا يجب أن يعرفه كل مؤمن الله عودك الجميل ألم يهدك إليه ألم يعرفك به ألم يدلك على أهل الحق ألم تفعد به الله عودك الجميل فقس على ما قد مضى فالله سبحانه وتعالى يقول ألم يجدك يتيما فآوى اليتيم هو الذي لا أبى له بعضهم اجتهد وقال لقد جعل الله سبحانه وتعالى جعل نبيه يتيما لألا يكون لأحد من خلقه عليه حق لا حق عليه إلا حق الله عز وجل ألم يجدك يتيما فآوى قد يكون الطفل يتيما ويتاح له من الرعاية والعناية والرفق والإكرام ما لم يتح لمن له أب شديد قوي ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهد ومن معنى اليتيم أيضا تقول درة يتيمة معنى درة يتيمة أي لا مثيل لها فآواك بأصحابك أنت فرد لا مثيل لك أنت سيد المخلوقات أنت سيد ولد آدم أنت يتيم لا بمعنى أنه ليس لك أب ولكن بمعنى أنه لا مثيل لك في كمالك لا مثيل لك في عطفك دخل سيدنا رسول الله على ابنته ورآها طبعا زوجها سيدنا عثمان ورآها تغسل رأس سيدنا عثمان فقال يا بنيتي أكرمي أبا عبد الله فإنه أشبه أصحابي بي هذا الموقف الكريم بلغه أن عكرمة جاءه مسلما فقال لأصحابه جاءكم عكرمة مسلما فإياكم أن تسبوا أبا فإن سب الميت يؤذر حي ولا يبلغ الميت من هو أبوه؟ أبو جهل ألد أعداء الإسلام فاليتيم بالمعنى الآخر الذي لا مثيل له كأن تقول درة يتيمة فالمعنى الأول ألم يجدك يتيما لا أبا لك فألهم الناس أن يعطفوا عليك وأحاطك بالرعاية والعفف والعناية حتى من أعدائك واليتيم بمعنى آخر الدرة التي لا مثيل لها فآواك بأصحابك وبعضهم يقول لماذا لم يترك النبي عليه الصلاة والسلام ذرية من الذكور بعضهم اجتهد وقال لو أن للنبي عليه الصلاة والسلام ابن من الذكور وأساع إلى الناس لسرت البغضاء إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن أحدا من ذريته ليس من الذكور لتكون محبته خالصة في نفوس أصحابه والناس جميعا ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدا معنى الضال هنا الغافل عما سيكون أنت غافل عن أنك ستكون نبيا مرسلا أنت غافل عن أنك سوف تكون سيدة ولد آدم يؤكد هذا المعنى قوله تعالى لا يضل ربي ولا ينسى معنى لا يضل أي لا يغفل فالضلال هنا معناه الغفلة والنبي عليه الصلاة والسلام غافل عن مقامه غافل عن مرتبته عند الله عز وجل غافل عن نبوته القادمة غافل عن رسالته والمعنى الآخر الغفلة عدم العلم ما كنت تدري ما الكتاب وما الإيمان ما كنت تعرف أن قرآنا سوف ينزل عليك ما كنت تعرف ما في هذا الكتاب من حقائق ومن تشريعات ووجدك ضالا فهدى والمعنى الثالث أن الضال هنا أي وجدك في قوم ضالين فهداهم الله بك وجدك في قوم ضالين فهداهم الله بك ومعنى الضلال أيضا هو الطلب فلان نشد ضالته فهو ضال أي يبحث عن شيء ضائع منه والنبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن طريق يهدي بها الناس يبحث عن أسلوب ينقذهم من الظلمات إلى النور يبحث عن طريقة تهديهم إلى ملكوت السماوات والأرض يبحث عن أسلوب يرفعهم من وحل الشهوات إلى سمو الطاعات هداه إلى ذلك أنزل عليه كتابه هذا المعنى الرابع والمعنى الخامس ووجدك ضالا فهدا أي ضائعا بين قومك فهداك إليه قومك لا يعرفون مقامك قبل البعثة فهداك إليه وعرفهم بك والمعنى السادس الضلال الحيرة كنت حائرا في الطريق الذي يناسب هؤلاء الضالين فهداك إلى الطريق والمعنى الذي يجمع المعاني المادية والمعنوية أن الشجرة الوحيدة في الصحراء تسمى ضالة وهي يهتذي بها القوم كنت وحيدا فريدا في عظمتك كنت وحيدا فريدا في سموك فاهتذا بك الناس جميعا ويقال إن النبي عليه الصلاة والسلام ضاع حينما كان صغيرا في شعاب مكة فسخر الله له أبا جهل وعثر عليه يلعب ببعض الأوراق والأغصان في شعاب مكة فرده إلى أهله ألم يجدك الله سبحانه وتعالى يذكر النبي عليه الصلاة والسلام بالنعم التي أغدقها عليه كان يتيما فآواه وكان ضالا فهداه ووجدك عائلا فأغنى معنى عائلا أي فقيرا أغناه الله عز وجل بخديجة أغدقت عليه من عطفها ومن مالها لذلك كان وفيا لها أشد الوفاء حينما فتح مكة دعاه أصحابه ليبيت عندهم فقال أنصبوا لي خيمة عند قبر خديجة كلما كان يذكر خديجة تقع الغيرة في قلب عائشة رضي الله عنها تقول له ألم يبدلك الله خيرا منها يقول لا والله لا والله لا والله صدقتني حين كذبني الناس وواستني حين أساء إلي الناس والله ما أبدلني الله خيرا منها كان وفيا له وبعضهم قال ووجدك عائلا فأغنى أي رضاك بما قسم الله لك فالغنى له معنيان إما أن تكون غنيا حقيقة وإما أن تكون راضيا عن الله عز وجل فهذا هو الغنى بعينه ارضى بما قسمه الله لك تكون أغنى الناس إن رضيت عن الله فأنت الغني إن رضيت عما قسم الله لك من الدنيا فأنت الغني وهذا هو الغنى الحقيقي وبعضهم قال ووجدك عائلا فأغنى أي فقيرا إليه فأغناك بمعرفته كنت مفتقرا إليه فملأ قلبك معرفة به كانت نفسك متشوقة إليه فملأها من تجلياته معاني ثلاث إما أنه جعله غنيا حقيقة جاءه سيدنا أبو بكر فأعطاه كل ماله فقال يا أبا بكر ماذا أبقيت لك قال الله ورسوله جثنة سعد كانت تدور معه حيث ما دار ووجدك عائلا فأغنى والنبي صلى الله عليه وسلم لم تكن الدنيا تعدل عنده جناح بعوضة جاءه رجل من أسياد العرب أو من سادتهم وقد رأى واديا من الغنم فقال يا محمد لمن هذا الوادي؟ قال هو لك قال أتهزأ بي؟ قال هو لك لا أهزأ بك فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله تعطي عطاء من لا يخشى الفقر كان غنيا في نفسه غنيا بمعرفته بربه وكذلك المؤمن غناه بعمله الطيب غناه باستقامته غناه بيقينه برحمة الله عز وجل ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى قال لي واحد وهو من أصحاب الملايين قال لي كنت لما حطت الخبزة بالزيت وحطها بالزعتر وضغطها زيادة كنت أكلت كف من أبي كترت سيئله إذ كان ضغطها زيادة لازم مستمس رقيق فجعله الله غنيا يعني إذا الإنسان كان فقير وصار غني وما تأثر بها الآية بيكون كالصخر كالحجر ميت القلب إذا كان بلا مأوى وصله مأوى فات لبيت لأقلو بيت معه مفتاح بيت غرفة نوم غرفة جلوس غرفة طعام مصبخ فيه من الطعام أدوات كهربائية دافئ في الشتاء في الصيف مبرد يقرأوا هذه الآية ولا يتأثر بالمعنى المادي له أولاد له أصهار له أولاد يحفون به له أصهار يحترمونه له مكانة اجتماعية لا يشكو شيئا لا يحس بنقص لا يحس بالحرمان ألا يتأثر لهذه الآية ألم يجدك يتيما فآوى كان صانع صار معلم كان صانع بمحل يتحاسب حساب عسير إذا كانت أخر أكل طيارة من معلمه صار صاحب محل قاعد وراء مكتب يغض بصرك عن محارم الله لفه شوي توضع لله عز وجل تذكر كيف كنت في الماضي ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى كنت تدخل إلى دور الله فمن الله عليك بمجالس العلم هذه نعمة كبرى كنت تقضي السهر الليالي الطويلة في اللعب بالنرد من الله عليك فأصبحت تمضي الوقت في قراءة القرآن كنت تتحدث للناس بكلام لا معنى له كلام فاحش مزح بذيء فمن الله عليك بمعرفته فأصبحت تعرف الناس بالله عز وجل إذا قرئت هذه الآيات من مؤمن يجب أن يذوب قلبه محبة لله عز وجل ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى إن قرأتها أنت يا أخي فلها معاني وإن نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام فلها معاني النبي يتفاعل معها بمعاني خاصة به وأنت إذا قرأت هذه السورة ربما تفاعلت معها بمعاني خاصة بك هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فأما اليتيما فلا تقهر كنت يتيما فإذا رأيت يتيما لا تقهره معنى لا تقهره لا تظلمه لا تمنعه حقه أحسن إليه وفي قراءة فلا تكهر والكهر هو الاحتقار أعرابي دخل المسجد النبوي الشريف وصل بين الصحابة الكرام وراء رسول الله جاهل لا يعرف شيئا أحد الصحابة أصابه عطاس شديد فالتفت نحوه وقال ارحمكم الله في أثناء الصلاة فما كان من الصحابة إلا أن ضربوا أرجلهم بأيديهم يسجرونه فامتلأ قلبه ذعرا وخوفا وفرقا من أن ينهال عليه ضربا بعد انتهاء الصلاة فلما سلم النبي عليه الصلاة والسلام قال يا عبد الله اقترب مني قال إن هذا الكلام لا يصح في الصلاة فقال هذا الأعرابي بأبي هو وأمي ما رأيت معلما أعظم منه فوالله ما كهرني ولا شتمني ولا ضربني بأبي هو وأمي هكذا قال عليه الصلاة والسلام علموا ولا تعنفوا فإن المعلم خير من المعنف فأما اليتيم فلا تقهر قال عليه الصلاة والسلام كن لليتيم كالأبي الرحيم كن لليتيم كالأبي الرحيم وقال عليه الصلاة والسلام أول من يمسك بحلق الجنة أنا فإذا امرأة تنازعني تريد أن تدخل الجنة قبلي فقلت من هذه يا جبريل قال هي امرأة ما تزوجها وترك لها أولادا فلم تتزوج من أجلهم تريد أن تدخل الجنة قبلي تنازعني بأنها عطفت على الأيتام أنا وكافل اليتيم كهاتين وأشار إلى أصبعيه الشريفتي وقال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه إن اليتيم إذا بكى اهتز لبكائه عرس الرحمن يقول الله عز وجل من أبكى هذا اليتيم الذي غيبت أباه في التراب من أبكى ويقول عليه الصلاة والسلام من ضم يتيما فكان في نفقته وكفاه مؤنته كان له حجابا من النار يوم القيامة من ضم يتيما فكان في نفقته وكفاه مؤنته كان له حجابا من النار يوم القيامة لا يظن واحد إذا كان عمره شيء أربعين سنة يتيم قال عليه الصلاة والسلام لا يتم بعد حلم إذا واحد كبير طبعا والده متوفي أخي أنا يتيم لا اليتيم من كان دون سن البلوغ هذا هو المعني باليتم فأما اليتيم فلا تقهر لأنك كنت يتيما أذكر يتمك السابق قال له أما قد يسيئون للضعفاء وقد كانوا من قبل ضعفاء لا يذكرون كيف كانوا ضعفاء وأما السائل فلا تنهر لا تنهر أي لا تسجر السائل رده ببعل يسير أو رد جميل واذكر فقرك ويقول عليه الصلاة والسلام لا يمنعن أحدكم السائل أن يعطيه إذا سأل ونعم القوم السؤال يحملون زادنا إلى الآخرة وقال بعضهم نعم القوم السؤال جمع سائل فهم يحملون زادنا إلى الآخرة وقال بعضهم السائل بريد الآخرة وفهم بعض المفسرين أن قوله تعالى وأما السائل فلا تنهر من يسألك العلم من يسألك عن قضية في كتاب الله من يسألك عن حديث شريف عن تفسير آية عن قضية فقهية عن فتية وأما السائل فلا تنهر تواضع لمن تعلم إجابة السائل فرض على العلماء السلام سنة لكن رده فرض وأبو الدرداء كان يقول مرحبا بأصحاب الحديث هؤلاء الذين يحدثون الناس كان يبسط لهم رداءه ويقول مرحبا بأحبة رسول الله ويروى أن النبي عليه الصلاة والسلام وقع في قلبه أن الله سبحانه وتعالى اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ موسى كليما وأعطى سليمان ملك فماذا أعطاه الله عز وجل فقال الله عز وجل ألم أجدك يتيما فآويتك ألم أجدك ضالا فهديتك ألم أجدك عائلا فأغنيتك ألم أشرح لك صدرك وأما السائلة فلا تنهر لو أردنا أن نقابل هذه الآيات السلاسة بتلك السلاسة ألم يجدك يتيما فآوى فأما اليتيما فلا تقفر ووجدك ضالا فهدا وأما السائلة فلا تنهر يغلب على معنى الآية أن الذي يسألك عن قضية في الدين عن قضية تتعلق بالله عز وجل كنت ضالا فهديتك فإذا سئلت فهدي الناس كنت ضالا فهديتك فإذا سألك أحد فأجبه وتواضع له ووجدك عائلا فأغنى كنت فقيرا فاغتنيت والآن إذا اغتنيت حدث الناس بهذه النعم وأما بنعمة ربك فحدي هذه الآية لها عدة معاني المعنى الأول يقول عليه الصلاة والسلام الحمد الحمد رأس الشكر والحمد حالة نفسية والشكر عمل لقوله تعالى اعملوا آل داود شكرا والشكر له حدان حد أدنى وحد أعلى الحد أدنى أن تعرف أن هذه النعمة من الله كيف شكرك ابن آدم علم أنه مني فكان هذا شكره والحد الأعلى العمل اعملوا آل داود شكرا والمعنى الثاني نعمة الله هي القرآن الكريم وأما بنعمة ربك فحدث ليكن موضوع حديثك القرآن الكريم وكنتم على شفى حفرة من النار واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم والمعنى الثالث للنعمة النبوة إذن مهما حدثت الناس عن نبوة المصطفى وعن كمالاته صلى الله عليه وسلم وعن رحمته وعن حلمه وعن كرمه وعن علو مقامه فهذا موضوع مناسب للحديث حدث الناس عن القرآن وحدثهم عن نبوة النبي العدنان أو حدثهم عن نعم الله إما أن تحدثهم عن نعم الله وإما عن قرآنه الكريم وإما عن نبيه العظيم هذه موضوع الأحاديث قال بعض الأصحاب الكرام إذا أصبت خيرا فحدث به الثقة من إخوانك يعني إذا كان الله عز وجل أكرمك بقيام ليل وقرأت آيات كثيرة وتفاعلت معها وذاب قلبك ومن الله عليك بمعان لم تكن تعلمها من قبل هذه نعمة عظيمة حدث بها من تثق من إخوانك لا يسمى هذا كبر إطلاقا لا يسمى هذا فخر ولكنه حديث بنعم الله لعل هذا الأخ المستمع يتشجع لعله يغار منك لعله يتخذك قدوة وأما بنعمة ربك فحدث حدثهم عن نعم الله بعضهم فهم هذه الآية فهما خاطئا والله رحنا على السيران الفلاني اشترينا هذا الشيء بكذا وفعلنا كذا وسررنا كذا ليس هذا المقصود وأما بنعمة ربك نعمة السمع نعمة البصر نعمة العقل نعمة الشمس نعمة القمر هذه الآيات العظمى هذه نعم الله نعمة الهواء نعمة الماء نعمة البيان نعمة الذاكرة نعمة اليدين نعمة الخلق نعمة الطعام نعمة الشراب وأما بنعمة ربك فحدث ونعمة الله هي قرآنه الكريم حدثهم عن كلام الله ونعمة الله نبيه العظيم حدثهم عن النبي الكريم هذه آية دقيقة جدا وأما بنعمة أما بنعمة ربك فحدث وإذا كان الله عز وجل تجلى على قلبك فيما يتعلق بالآخرة حدث به بعض من تثق من إخوانك صليت صلاة متقن تفعلت معها جلست ذكر الله فشعرت بشعور عالي جدا جاءتك بعض المعاني حول هذه الآيات حدث من تثق من إخوانك وقال عليه الصلاة والسلام من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله والتحدث بالنعم شكر وتركه كفر والجماعة رحمة والفرقة عذاب وأما بنعمة ربك فحدث وبعض المعاني الخاصة لهذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا رس السياب فقال له ألك مال قال نعم من كل المال يعني عندي من كل أنواع الأموال أموال فقال إذا آتاك الله مالا فليرى أثره عليك ثياب مهترئة أسمال بالية ولك من كل مال هذا كفر بمعمة الله يعني ليس منا من وسع الله عليه ثم قد ترى على عياله ما دام الله قد وسع عليك ارتدي ثيابا جديدة لا تجلب لك الاحتقار ما دام الله قد من عليك دون أن تتكبر بها أو أن تزهو بها أو أن تختال على خلق الله بها والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله جميل يحب الجمال ويحب أن يرى أثر نعمته على عبده يعني ضعيت إلى حفل جايب بثيابك رسة مهجورة ناس نظروا لك نظرة إزدراء وأنت تملك المال لا هذا ليس من السنة ما دمت قد آتاك الله مالا فدع ثيابا جديدة للمناسبات الرسمية لألا تتهم لأنك لا تعرف يعني اللياقة ولا تعرف الأناقة لا لألا تدع مجالا لأهل الدنيا كي ينتقدوك وأما بنعمة ربك فحدث هذه الآية دقيقة جدا حدثهم عن نعم الله وحدثهم عن آيات الله وحدثهم عن القرآن الكريم وحدثهم عن النبي العظيم وإذا أصابك خير من طرف الآفرة لا من طرف الدنيا حدث من تسق به من أصحابك وإذا وسع الله عليك فليرى أثر هذه التوسعة عليك والحمد لله رب العالمين